مش لها الدرجة احنا خلينا نبتدي انت معاكي توقعات لي علاقة بمصر نعم خلينا نبتدي ونشوف ايه توقعاتك نستفيد منك برده صحيح عندي توقعات متفرقة واول شي خلينا نحكي عن مصر ولو حضرتك في حاجة عايز السفن منها حاسأل طبعا ارى ان الازمة والتاريخ يشهد على فكرة وانا مسؤولة عن كلمة عم بقولة معك يا سيد عمرو ارى ان الازمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر اليوم هي سحابة صيف فقيلة ولكنها عابرة فالاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة اراه في احسن مستوى واعلى درجات الانتعاش وخاصة على الصعيد الاجتماعي مع انخفاض ملحوظ في اسعار المواد الغذائية والمواد الضرورية والاسعار هتنزل والاقتصاد هينتعش هقولك لي سنسمع وبشكل المفاجئ جدا ومباشر عن حصول اتفاق مصري وقطري يجعل العلاقات الاتصادية بين البلدين على اعلى المستويات وستكون دولة قطر الداعم الاكبر للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة وبين المملكة العربية السعودية ودولة قطر سوف تتخطى مصر هذه الازمة الراهنة وخاصة انني ارى دعم امريكي اوروبي لمصر بالمليارات يا استاذ عمر وانا مسؤولي عن كل كلمة بالمليارات يا رب لمصر وذلك لصيانة الاقتصاد المصري ودعم السيادة على كل الاراضي والحدود المصرية ومن هنا سنرى الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الواقعة ما بين رفح وسينة ولحدث مهم مباشر ارى حصول اشتباك مسلح يندلع من معبر رفح للمرة الثانية بين الجيش المصري البطل والجيش العدو الاسرائيلي وارى الجيش المصري الباسل يضع السيادة المصرية فوق الاعتبار ويضع النقاط على الحروف ويقوم بالمرصاد لكل من يحاول التعدي على السيادة او الارض المصرية عزيان الحزن يعم الساحة المصرية بسبب رحيل شخصية فنية مصرية بارزة دخلت كل الكلوب واحتلت كل الشاشات وذلك من الشهور الباقية من الاربع وعشرين او بداية الخمسة وعشرين شخصية فنية بارزة نعم تغيب من هنا الاول خمسة وعشرين هل ست سبعة الشهر خلينا نقول تتوفى صحيح وحنزعل عليا كتير او عليا او عليا ما حقول القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسي مع الشعب المصري لن يسمحوا باعادة عقارب الساعة الى الوراء يا استاذ عمر ومصر لن تركع او تجوى او تستسلم مهما بلغت الصعوبات لانني ارى ان الدور المصري الكبير سوف يبدأ بالظهور داخليا وخارجيا خلال فترة المقبلة والبداية ستبدأ من معبر رفح ومع الجيش المصري وما بين شهر عشرة وحداش واثناش انتظروا المفاجأة المصرية ولكل المصريين طبعا بخبر اجابي اشتركوا في القناة